محددنا رح نحكي فيها اليوم يعني حلوة كتير عالم الفلق رح نحكي فيها عن موضوع شاغل الساحة الانفجارات عبداليك الانفراجات الانفجارات على سطح الشمس منعكساتها بالتغييرات المناخية على الأرض تأثيراتها على الاتصالات والبث التلفزيوني وحياة رواد الفضاء كل هالمواضيع رح نتعرف علي ونناقشها مع الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية أهلا وسهلا فيك صباحكم صباح الخير صباح الجو الحلو يعني صدقت دائما تنبؤاتك قلت لنا هلأ هالكم يوم جو صيفي خلينا نقول شوي في برود المساق خلينا نحكي عن أكتر موضوع هلأ كتير ضاجج وعم يحكوا عنه كتير على مواقع التواصل هو الانفجارات على سطح الشمس خلينا أول شي نعرف صحة اللي عم ينقال وشي الخطأ لا هذا صحيح هذا مية بالمية صحيح على فكرة أنا بشكركم لأنه تابعوا كتير أخبار فلكية وحتى تحت الهواء أحيانا كتير هو عالم كتير هيكي يعني جدا غامض بتحس أنه لازم نعرف عنه وممتع جدا يعني فيه شغلات كتير حلوة هلأ موضوع الانفجارات الشمسية فعلا هو الشغل الشغل الحالية للعلماء بآخر تشرين الأول بتحديدا يوم الخميس 28 تشرين الأول حدث انفجار قوي جدا على سطح الشمس هذا الانفجار وصل ببطاقته بشحنات تبعه للأرض سبب لدقائق أن الخطاع البس التلفزيوني والاتصالات طبعا غطى فقط جزء من قارة أمريكا أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية بعد كم يوم أيضا حدث انفجار آخر على سطح الشمس هذا الخل العلماء يترقبوا موضوع الشمس هل يترى فيه هناك مشاط على سطح الشمس شو هو الانفجار على سطح الشمس الشمس هي كرة ملتهبة عبارة عن كرة من الغازات هاي الكرة من الغازات أحيانا بيحدث فيها تفاعلات قوية جدا هالتفاعلات القوية جدا بتسبب انفجارات رياح شمسية هالرياح الشمسية ممكن تصلى الأرض تسبب ضرر كتير كبير سواء بالأقمار الصناعية بالبس التلفزيوني فيها هناك أحيانا منلاحظ حتى بالشريط الإخباري الإخبارية السورية أنه ممكن يحدث تشويش نتيجة انفجار شمسي هذا الشي طبيعي جدا لأنه الشمس هي كتلة ملتهبة لكن المفارقة أنه بنهاية الشهر الماضي وبداية هذا الشهر نسبة تواثر الانفجارات شدة هالانفجارات مقياس شدة هالانفجارات وانتسايرة عم تأسر على الأرض عم نحس فيها تماما زادت طيب نحنا وين الدليل عننا لحتى نعرف قداش قوتها الدليل هو الشفق القطبي لما نروح نحن على المناطق الشمال الكوية الأرضية أو جنوب الكوية الأرضية في عنا شيء اسم الشفق القطبي الأورورا لما يكون الشفق القطبي واضح جدا قوي جدا نعلم تماما أن هناك معركة حدثت في الغلاف الجوي ما بين الحقل المغناطيسي للأرض ورياح الشمسية وطالما ظهر الشفق القطبي قرب القطبين فبكل انتصال للحقل المغناطيسي للأرض فالحقل المغناطيسي للأرض يلي هو ناتج عن حركة الشحنات داخل الأرض بيولد هذا الحقل تجي الرياح الشمسية بيفرغها فبيظهر هذا الشفق القطبي لكن أحيانا بيضعف الحقل المغناطيسي للأرض كما حدث بـ 28 شرين الأول هذا الضعف بيخلي جزء من الأشعة يتسبب إلى داخل الأرض كانت شدتها X1 يعني أهلا بنحكي عن مقاييسها لكن كانت شديدة نسبيا طيب هذا الشي يخلي العلماء من 28 شرين الأول لليوم يوميا يكون في متابعة ومراقبة للشمس حتى نحن بسوريا بجمعية مرصدنا الفلك يوميا صباحا صار يرصد الشمس ويتابع موضوع البقعة الشمسية لأنه أي انفجار من أي بقعة شمسية قد يسعل هذا التأثير إلى أي دولة ما بالعالم أو أي جزء من العالم تأثيره ممكن أولا على البس التلفزيوني على الأقمار الصناعية على حياة رواد الفضاء على المناخ على الطقص على أدة أشياء وبالتالي هناك منظومة عالمية كاملة مترابطة لدراسة هذه الانفجارات الشمسية وتنبيه المؤسسات ذات العلاقة إذا حصل انفجار أو لا وخاصة رواد الفضاء يعني لما يحصل انفجار رواد الفضاء بيروحوا على غرفة مصفحة بمحاطة الفضاء الدولية إذا كان الانفجار بقوة معينة ممكن يركبوا الكبسورة ويعودوا إلى الأرض مباشرة ما في مزح حتى نحن على الأرض إذا كانت شدة الانفجار الشمسي فوق حد معين ممكن يسبب كوارث على الأرض وخاصة فيما يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي يعني مؤخرا كان في عنا مؤتمر على زوم يعني مع عدة دول كانوا عميلاق شو لا سمح الله إذا حصل يعني التنبؤات اليوم بتشير أنه الاحتمال أنه يحدث انفجار خطير جدا بقيل لكن هذا الاحتمال قائم طيب إذا صار شو التأثير الكبير اللي رح يحدث أكبر تأثير رح يحدث هو انقطاع تام للتيار الكهربائي بكل العالم وما يحمله ذلك من مشاكل مثلا الحسابات البنكية المشافي مصادر الطاقة العالم اليوم عم يستعد لمثل هيك كارثة فعلا اليوم في استعدادات كاملة لمثل هيك كارثة هذه الكارثة آخر مرة حدثت عام 1862 كانت تدعى حادثة أدينكتون نسبة للعالم أدينكتون اللي يتنبأ فيها واكتشفها لكن وقتها ما كان في هذا التيار الكهربائي ما نعرفه اليوم ما كان في الأقمار الصناعية الاتصالات البس التلفزيوني ما كان كلها التكنولوجيا اليوم التكنولوجيا كلها تعتمد على الدارات الصغيرة هذه الدارات الصغيرة الإلكترونية خلينا نسميها هذه الدارات الإلكترونية تتأثر بشكل كبير بالرياح الشمسية فإذا دخلت الرياح الشمسية كل تلك الدارات الإلكترونية تتوقف السيناريو يلي طرح أن البشرية قد تعود إلى العصور ما قبل عام 1950 إذا حدث انفجار شمسي لاحظتوا يعني الموضوع قديش كتير مهم وكتير كبير طبعاً عندنا هلأ مسبار فضائي خاص اسمه باركر يدور حول الشمس ويرصد أي انفجار شمسي هناك أيضاً قمر صناعي يقوم أيضاً بدراسة البقعة الشمسية البقعة الشمسية هي عبارة عن مناطق باردة على سطح الشمس سطح الشمس درجة حرارته حوالي ستة ألاف درجة مئوية هناك مناطق باردة على سطح الشمس درجة حرارته أقل من ستة ألاف درجة مئوية وتدور وتنشأ كل إذا عشر سنة مرة هذه البقعة الشمسية التي تنشأ وتزداد كل إذا عشر سنة مرة هي التي نتحدث عنها هذه البقعة الشمسية تحتقن الطاقة وفجأة انفجر ففي انفجارة ترسل رياح الشمسية قد تصل إلى الأرض طبعاً الأرض من الكواكب النادرة يدي لها حقل مغناطيسي يحميها فلولا الحقل المغناطيسي كان في تهديدك مباشر كان تهديدك وكنا ما شفنا التكنولوجيا عن شهدها اليوم كنا بقينا بعصر الحجارة والنار وما بعرف شو لأنه لا يمكن أن تتطور التكنولوجيا توني تيار الكهربائي فإذا اليوم فعلاً الشغل الشاغل للعلماء هي موضوع الرياح الشمسية دراستها التنبؤ فيها معرفة متى ستحدث ما هي التأثيرات التي ستصل منها إلى الأرض نعم ممكن نحن شوي تعودنا شوي على الموضوع قطع التيار الكهربائي تعودنا كثيراً سوريين يمكن آخر شيء بهم يعني حتى فعلاً هي نقطة إيجابية لصالحنا يعني ما عدا عمنا مشكلة أما عم نسمع من الآخرين مثلاً أنه لما صارت الانفجار 28-28 من الأول وحدث مشكلة بأحد المولدات أو مصادر الطاقة في أحد الولايات الأميركية فعلاً بجنوب أميركا بلويزيان على ما أظن بقرية بمدينة بلويزيانا صار عمليات صراءات ونهب ودخلوا على سوبر ماركات كبيرة وصارت فوضى خلال دقائق يعني فعلاً الفيديوهات شفناها غريبة خلال دقائق نقطع التيار الكهربائي صار فوضى عندهم وبالتالي في دول غير مستعدة لانقطاع التيار الكهربائي ولولي دقيقة فهون خطورة الرياح الشمسية بينما نحن مثل ما تفضلتوا معنا مشكلة متأقلمين فهذا الانفجارات الشمسية رح تأثر عليهم أكثر ما تأثر علينا وبالفعل نحن ممكن نتأثر علينا بموضوع البس التلفزيون نلاقي أنه في تشويش صار بالقنوات نلاقي مثلاً الانترنت الانترنت هلأ نحن الانترنت أيضاً كمان يعتمد على الكبلات الأرضية ما كتير بيتأثر ما بيتأثر لكن هناك انترنت يعتمد على الأقمار الصناعية هذا يبتأثر نحن انترنت بسوريا كبلات أرضية كبلات ضوئية كمان فتأثيره أخف أقل تأثراً بينما تلك الكبلات أو اللي بتعتمد على الأقمار الصناعية ممكن تأثر أكثر فالأسف فعلاً يعني هذا موضوع مهم جداً والآن على الساحة كخبر علمي أماك أحداث فلاكية وزواهر فلاكية فنحن اليوم تفضل عنك كسوفين لا أنا بس عم بيسألك لأنه أنا أعصف بحكي كثير كثير عم بعملوا عم بيخافونا من الكسوفين أنه تأثيراتهم بشعة حتكون على الإنسان أنه حوادث وكوارث خبرنا عن جزء فلا متشرين الثاني في خسوف كل جزء حيكون لكن لن يشاهد في سوريا هالسنة نحن ما في عنا ولا كسوف ولا خسوف وهذا الخسوف لن يشاهد أساساً في سوريا اللي يخافونا منه فإذا بكل بساطة لن نشاهده وحييظهر بمنطقة ضيقة جداً بأقصى الشرق الكراردية وبأقصى غرب الكراردية فلن نشهد أي خسوف خلال العام 2021 إطلاقاً يعني لا أسف محرومين بعام 2021 من الخسوف لكن في شغلة كتير كتير حلوة قد تشهدها البشرية بآخر شهر 11 وأوض شهر 12 تذكرواها منيح تذكرواها كتير منيح قل لي هي ممكن ما تظهر بحياتنا غير مرة واحدة وهي يعني اليوم المرتقب بالنسبة لأنك فلاكيين مرور مزنب قد يشاهد بالعين المجردة لبضعة أيام في مزنب الآن يقترب من الأرض بدأنا نرصده بساعات الفجر الأولى من الثانتين للأربع فجران كم تبيمروا بأي وقت يعني هلأ حاليا من الثانتين للأربع فجران هلأ اعتبار من مبارح بلشنا نقدر نشوفه بالتلسكوبات طبعاً الكبيرة بدأ يمر لكن عم يقترب باتجاه الأرض اقترابه باتجاه الأرض يعني بيعكس ضوء شمائس أكتر وبالتالي تزداد حرارته ويزداد تقلقه فمتوقع أن يدور حول الأرض ومع بداية شهر 12 يكون مشاهداً بالعين المجردة بعد غروب الشمس لأربع خمسة أيام يعني معقولها درجات الحرارة تكون مرتفعة بهذا الوقت كثير حلو لا غير متوقع أنه يرتبط المناق بالمزنب لكن يرتبط المناق بالرياح الشمسية أم تبني بلشتك حلو كثير هلأ أول شيء كثير حلو سؤال مباشر لكن خلينا نوه للملاحظة أنه نحن شهدنا ارتفاع درجات حرارة هلأ ارتفاع درجات حرارة خلال الفترة بسبب الانفجارات الشمسية عم نحكي عنا يريد وصل تأثيرها كثير حلو طيب هلأ نحن عم نلاحظة أنه ما زال هناك في تكرار للوقعة الشمسية وبالتالي مثل ما قدت لكم سابقاً ما زال هناك تأخير خلينا نقول بفصل الشتاء الحقيقي يعني إذا بنقول إم تبني بيبلش الشتاء فعلياً كالشتاء ملموس مو أنه موجة برد ومطار وكم يوم وترجع بنقول لشهر 12 يعني ومثل ما قدت لكم أنا سابقاً أنه 12 أول ثاني راح تلاقوا رجع الدرجات الحرارة ارتفعت يعني شتوية قصيرة شتوية قصيرة لكن كثيفة الأمطار وانخفاضات درجات الحرارة بأيام محددة خلينا نتخيل نحن تأسي الصحراء مثل تأسي الصحراء تماماً أمطار غزيرة بفترات معينة انخفاضات كبيرة بدرجات الحرارة بأيام محددة وباقي الأيام استقرار يعني مننصح العالم يطلعوا الشتوي وإلا يخلوا يلا خي على العالم يعني مشان ما عن جد لأنه كله غالي خلص يعني قام أطعم ناحية بس هلا فعلاً هالسنة النصيحة الحقيقية وما عم بالغ نهائياً يخلوا الاثنين يخلوا الاثنين الاثنين فعلاً راح تلاحظوا هالسنة فعلاً بقلب الشتاء ارتفاع عدرجات الحرارة يعني هذا الشيء صعر ملموس وبرجع بقلكم السبب هو الإنسان الاحتباس الحرارة هلا من كم يوم صار مؤتمر المناخ والعالمي وكان فيه رؤساء دول المشاركين ولاحظنا كنمات بعض الدول ولاحظنا أنه للأسف الشديد يطرح شعارات لكن شعارات غير ملموسة للفعل والملاحظة الأكبر أنه تلك الدول يلي بتبث أكتر نسبة غاسة عن يكسيد الكربون الآن توجهت لرفض معاهدة باريس للمناخ والاتجاه باتجاه الخصخصة بمعنى أنه هي تحل مشكلتها لحالة بدون معاهدة دولية معاهدة باريس للمناخ كانت تفرض على الدول مثل أمريكا مثل أوروبا مثل الصين أنه تدفع رسوم لصالح الدول أقل تلويثا للبيئة سوريا أفريقيا لكن اليوم بعد خروج الولايات المتحدة وانسحابها من معاهدة المناخ وعودتها بطريقة تانية رفضت أنه تدفع اللي عليها وتجهت باتجاه الطاقات المتجددة يعني هيك ملاحظة كثير مهمة كثير من الناس يقولوا أن الطاقات المتجددة ببلادنا هي فكرة نجأة السنة لا 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 أبدا هي فكرة قديمة فكرة مو بس بسوريا اليوم كل العالم بس ندخل على الانترنت ونلاحظ كل العالم يتوجه للطاقات المتجددة بشان ما يدفع أي رسوم على غاز ثاني أكسيد الكربون لأن الكارثة الأكبر رح تحدث عندهم وليس عندنا نحن عندنا رح نعاني من أمطار غزيرة بأيام محددة انخفاضها درجات حرارة كبيرة بأيام محددة وعن نعاني من نصفية لأسيا فقط أما بالنسبة لشمال أوروبا وأستراليا نحن عم نحكي من نصف الكوري الجنوبي رح يشهدوا فيضانات وهذا الشي بلش بإيطاليا بالبندقية رح يشهدوا انخفاضات درجات حرارة غير مسبوقة ورح يشهدوا بالصيف ارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة وهذا شهدناه هذا العام بألمانيا وعدد الوفيات الكبير يلي صار بألمانيا إذن نحن ما عم نحكي شي صفة شعارات لا عم نحكي مواقع ملموس ما عندهم مراوح تماما مشان هيك توجهوا سويد وألمانيا صحيح من لاحظتك سالي مشان هيك بلش يفكروا فيها مشان هيك توجهوا تلك الدول للتفكير بالطاقة المتجددة وإلا من هون لعام 2030 إذا ما لحقنا نتجاوز هذه المحنة فالنهاية المرتقبة 2050 لنهاية تلك الدول مشان هيك في سباق محموم لا استثمار الطاقات المتجددة سواء الطاقة الشمسية طاقة الرياح طاقة أمواج البحار وهي نقطة كمان نحن فائدتنا نحن عنا شاطئ كبير فاستثمار أمواج البحار الآن هي من المشاريع الناجحة اللي عم تكون بأوروبا استثمار العجلات السيارات بالطرقات عدة مشاريع الآن تستثمار لصالح ما سنشعر به بالمناخ فإذا أنا مثل برجعب لكم خلوا الصيفي خلوا الشتوي ونقول يا ربي بنزل المطار بس المي أو الأمطار توصل إلى معدلاتها إن شاء الله يا رب هايك الله يبعد الخير على سوريا الحبيبة يعني خبرنا كمان فيه شغلات نتفائل فيه على السنة الجديدة زواهر فلكية تائماً بيقولوا فيه زواهر هاي تعطي تأشيرات من زمان تمام هلأ المزنب هو كتير بفائل كتير كتير حلو نتمنى يعني ونتركل على الله بس موضوع الأمنيات لا تركيلي المزنب لأنه موضوع الأمنيات عنا 17 18 20 ثاني موضوع الأمنيات فيه احتكاك ما بين بقايا مزنَّب والغلاف الجوي للأرض هذا حيولد ألعاب نارية بالسماء هلو شهب هطل شهابي هذا الهطل الشهابي يعتبر من المع وأجمل الهطول الشهابية يعني بعد كم يوم يعني 17 18 30 ثاني نحنا على أبواب هذا الهطل الشهابي حتمر الأرض ببقايا مزنَّب هذا الاحتكاك ما بين بقايا المزنب بالغلاف الجوي رح يولد العاد نارية جميلة جدا ممكن رصدها بالهين المجردة ووقتها نلحق نعد أمنيات هذا عدد الشهب وهي من الأساطير الجميلة جدا يعني مستمتع فيها فعلا نحن حتى يعني لما نشوفها متفائل كتير بهذه الشهب المتوقع التقصي يكون الأشياء مستقرة وبالتالي رح تعطينا فرصة أنه نتابع الشهب بشكل جميل جدا إضافة لهذه الشيء إن شاء الله نحن مقبلين على نهاية عام 2021 بنهاية عام 2021 خلال أيام القادمة في إعلان عن الدول يلي بالاتحاد الدولي الفلكي يلي كانت أكثر نشاطا فنتأمل أن تكون سوريا من الدول يلي تتميز بهذا المجال وتكون إلى تأثير إذن لا تنسوا 17-20 و18-20 تاني هطل شهابي بعد منه مرور مزنب ما عنا خصوف وكسوف إذا أرينا عن المواقع تواصل اشتراعه ولا بأسرع الأبراج ولا أبدا ولذلك لا نفكر أنه في عنا خصوف وكسوف عام 2021 خالي من الخصوفات والخصوفات نعم للأسف الواضح أنه كمية الأمطار ستنزل غزيرة لكن بفترات محددة وهي غير مناسبة زراعة هي بالضر أحيانا المزروعات نأمل أن يتغير الوضع مثل ما صارت انفجار الشمسي وعدل الطقص نأمل أن يحدث ماء تهدأ الشمس ويتحسن موضوع الساني أكسيد الكربون ويتحسن معه موضوع المياه موضوع المنخب تحديدا ممكن تنبؤ فيه بالنسبة عالية جدا خلال من ثلاثة إلى سبع تيام تنخفض النسبة إذا طلعنا بعد سبع تيام وبالتالي النسبة البعيدة أنه مثل ما قلت لكم أمطار غزيرة بأوقات متقطعة لكن نأمل أن يتغير هذا الواقع لأنه فعلا إذا كان هذا الواقع فنحن أمام مشكلة يجب حلها فيه تعامل بصراحة فيه تعاون ما بين مثلا مديرية العامة الأرصاد الجوية نحيش جمعية الفلكية السورية المحافظات بموضوع المياه بكرة إذا صار مياه سهيلية كان فيه تدقيق كثير على موضوع السيول نحن متوقعين خايفين أن يكون فيه سيرة عندنا فيضانات أو سيول ففيه اهتمام بهذا الموضوع حقيقة وهذا يؤكد ما ما ذكرته أن الأمطار قد تكون غزيرة لكن مثل ما شهدناها الفترة الماضية يوم يومين أمطار غزيرة بعدين نتفعي درجات الحرارة لا طبعا أكيد هذا مو بس مو حلو سالي هذا الجو ممرض يعني يسبب أمراض ناقصنا مع الكورونا نحن ولاحظوا نسبة يعني أنا آسف ما بدي تجاوز وقت بس تلاحظوا الارتباط ما بين التقص والحرارة وزيادة نسبة الإصابات بكورونا يعني لما نزل المطار ونغسل الجو دقوا معي على نسبة الوزارة الصحة انخفضت النسبة تاني يوم مباشرة لما انخفضت درجات الحرارة ارتفعت النسبة للأسف تماما هلأ استقرر الجو النسبة استقرت يعني بس شوية الملاحظات لهذا الموضوع ما نكتشف اكتشاف كتير مهم ان هناك ارتباط وصيق ما بين درجات الحرارة وانخفاضة وما بين زيادة الكورونا والأوبيئة بالعالم كله مو بس بسوريا يعني مشانا هيك نحن نلاحظ ان الوباع عندنا مثلا أو زلوته تتأخر عن باقي الدول لأن المنخفضات عندنا وأوقاتها تختلف عن باقي الدول تماما تماما يعني من شكرك على كل المعلومات اللي أعطيتنا ياها وانشاء الله بتكون نهاية السنة على خير ونبلش سنة جديدة بتفائل وانشاء الله تكون أحسن فلاكيا واقتصاديا ومعيشيا وكل شيء كمان على الشعب السوري وبننقل لهم ندعوهم لشوفوا الشهب كمان اللي بحبة يتوجه للمرصد الموجود بالأيمرية تمام صحيح موجود دائما شكرا لك سيدة لكن دائما لازم نتفائل لأنه فعلا فيه شغلات كتير حلوة بتفائل نعم شكرا لوجودك معنا دكتور محمد العصيري رئيس الجمعية الفلكية السورية نورت صباحنا صباحك ورد سيدة أهلا وسهلا أهلا وسهلا